السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل حديثنا حول المسألة التربوية لفائدة ابنائنا وبناتنا املا في تكوين جيل جديد يخاف الله ويستشعر بمراقبته ويعمل صالحا صالحا ما زلنا مع وصايا لقمان لابنه لقمان لابنه واليوم مع وصية اخرى ربما الوصية السادسة التي محورها هو استشعار مراقبة ومحاسبة ومحاسبة الله جل جلاله هكذا كان يربي لقمان ابنه بدأنا من قوله تعالى واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم والان وصلنا الى الوصية الوصية التالية وهي قوله تعالى هي قوله تعالى على لسان لقمان لسان لقمان يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتبها الله ارض ياتبها الله ان الله لطيف خبير خبير هذه الاية القرآنية هي وصية من اب حكيم لابنه الذي يأمل فيه الخير يصيه ويشرح له حقيقة سعة علم الله وعظمة قدرته من اجل ان يغرس في قلبه الشعور بمراقبة الله وايضا بمحاسبة الله لعباده وهذه المسألة هي من الاسس الاعتقادية المهمة التي يجب ان يلقنها الاباء والامهات لاولادهم منذ نعمة اظفارهم لان لها اثرا بالغا في سلوكهم فيما بعد وفي اخلاقهم في اخلاقهم نربي ابناءنا على استشعار صفات المولى عز وجل مالك الملك الملك الحق المراقب صاحب الامر صاحب الكون صاحب المخلوقات المدبر لكل الشؤون لا بد ان نستحضر صفاته جل جلاله ونستحضر عظمته وسعة علمه وقدرته وقدرته لان التربية على ذلك التربية على ذلك تورط في النفس حال المراقبة والمحاسبة التي ينبغي ان يتربى عليها كل انسان يستشعر هذا الابن بان الله تعالى يراه ويراقبه حيثما حل وارتحل ومن تم سيكون عندنا رجال في المستقبل هؤلاء الابناء والبنات هما رجال الغد سيكونون رجال ونساء صالحين وصالحات اذا تحملوا المسؤولية فانهم لن يغشوا ولن يسرقوا ولن يرتشوا ولن ولن يسيئوا الى انفسهم او الى مجتمعهم لماذا لان عندهم هذه العقيدة مركزة في قلوبهم اما الذي يتحمل المسؤولية والذي يعنى بشؤون العامة وهو لا يكترت لمراقبة مالك الملك ولا يستشعر انه ستكون محاسبة للجميع فيما بعد فانتظر منه انه سوف يغير ويبدل ويعد ويخلف ويسرق ويعبت جميعا ايها الاحباب الكرام نجدد ايماننا ونعتقد بان الله جل جلاله لا تخفى عنه خافية هو بكل شيء عليم اي نعم الله تعالى بكل شيء عليم الله جل جلاله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون ان لو كان كيف يكون كان كيف يكون هذه عقيدة اهل السنة والجماعة عقيدة اهل الايمان الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون ان لو كان كيف يكون انه سبحانه وتعالى قد قدر المقادير الخلائق وكتب اعمال العباد قبل ان يعملوها فهو عالم بكل شيء هذا امر طبيعي ان الله قدر مقادير الخلائق منذ زمان وكتب اعمالهم وخط حتى افكارهم وخواطرهم قبل ان يفكروا فيها ويعملوها يفكروا فيها ويعملوها فالله تعالى علم مكان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون كيف كان يكون هذا معنى هذه الوصية من لقمان الحكيم لابنه يا بني اسمعوا هذه الكلمة الرقيقة الاب يخاطب ابنه بكلمة فيها لطف وفيها رقة يا بني انها ان تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير ما معنى هذا اي ان كل شيء في هذا الوجود ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه وسوف يأتي به حتى ولو كانت مثقال حبة من خردل حبة من خردل يعني هي اصغر الاشياء واحقارها الخردل هو طعم العصافير الصغيرة جدا العصافير الصغيرة جدا ولو كان مثقال فقط من هذه الحبة ليس الحبة كلها مثقالها فتكن في صخرة اي في وسط الصخرة او في السماوات او في الارض يعني في اي جهة من جهات السماوات والارضين في المشرق او المغرب في الشمال او في الجنوب او في الوسط في اي مكان ياتي بها الله ياتي بها الله ربنا عز وجل يأمر فياتي بها لماذا لسعة علم الله وتمام خبرته وكمال قدرته لهذا ربنا عز وجل ختم الاية بقوله ان الله لطيف خبير يا ابني انها ان تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير اي لطف في علمه وفي خبرته واطلع سبحانه على البواطن وعلى الاسرار وعلى الانفس وعلى خفايا القفار والبحار ما المقصود من هذه التوجيهات من ابن لابنه يربيه لقمان الحكيم نموذج فريد ربنا عز وجل كرمه وشرفه وافرد له صورة في القرآن باسمه يكون نبراسا وهداية لكل الاب كل اب صالح اراد ان يفوز بالهداية ورضى الرحمن عليه ان يمتثل لهذه الوصايا ويحرص على ان يغرسها في قلوب ابنائه وبناته وايضا المنظومة التربوية في البلاد وقضايا التعليم لا بد ان يقوم بهذا الامر الاساتذة والمعلمون والمدرسون وغيرهم من المربون ما المقصود من كل ذلك هو الحد على استشعار ان الله تعالى يرانا ان الله تعالى يراقبنا ان الله تعالى لا تخفى عليه خافية وهذا فيه نوع من التخويف من اقترابه الى العمل القبيح الى العمل القبيح اي همسة على ادم الارض اي حركة في عينان السماء لا تقع ولا تحدث الا تحت سمع وبصر وعلم الخالق جل شأنه سبحانه يعلم دبيب النملة السوداء تحت السخرة الصماء في الليلة الظلماء الليلة الظلماء معنى هذا نعلم الطفل الصغير بان الله تعالى يعلم كل شيء حتى انه يسمع يسمع ذبيب النملة السوداء نملة تسير ببطء وهي سوداء وتسير في ليلة ضلماء الظلم دامس لا احد يراها وتحت السخرة الصماء السخرة الصماء ومع ذلك ربنا يعلم ويسمع كل شيء هذا هذا يعطي للطفل وللتلميذ شعور بان الله تعالى يسمع كل كلامنا سواء كان صالحا او كان غير ذلك ويعلم خفايا صدورنا ونواينا خفايا صدورنا ونواينا فالمقصود ان كل اب وام يخاطبون ابناءهم كما خطب لقما ابنه يا بني يقول له يا ولدي اياك ان تحصل له فان الله تعالى لا تحجب السماوة السبع عنك هو يراك حيثما كنت يقول له يا بني اصدقني ولا تكذب فان الله تعالى عليم بحالك رقيب عليك يقول له يا بني اياك والغش لانك مهما اختفيت عن الناس فان الله تعالى مطلع على عملك قادر على فضحك متى اراد ولكنه يسترك تصوروا هذا الولد الصغير يتربى على هذه العقيدة لما يكبر ويصير مسؤول في الدولة ويصير عنده سلطة وعنده مهمات جسيمة سوف يكون مواطنا صالحا سوف يؤدي الواجبات على طريقها السليم لن يغش ولن يسرق ولن يعبت بالقوانين ولن يسرق المال العام ولن يعد ثم لا يفي بالوعود ابدا انه يستشعر بان الله يراه وبالتالي يكون على عمل صالح هذه العقيدة ربنا سبحانه وتعالى ارادها للصغار كما ارادها للكبار ولهذا تكررت في القرآن الكريم في مواضع متعددة ربنا يربينا جميعا يربينا جميعا اراد ان يغرس في قلوبنا ان الله تعالى يراقبنا سوف يحاسبنا فيقول في ايات كثيرة منها قوله تعالى ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين الا في كتاب مبين يعني كل ما يقع ايها العباد لا تظنوا بان فقط كاميرات المراقبة هي التي تخيفكم لا تظنوا فقط بان الشرطة في الطرقات والسلطات في الاماكن ديالها هي التي ترهبكم لا تظنوا بان ان المنظمات الدولية التي تمارس حق الرقابة هي التي تخيفكم ابدا هؤلاء مخلوقات بسيطة عليكم ان تستشعروا عظمة الخالق ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ورقة من اشجار البر او البحر الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض حبة من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور وغيرها من الاشياء من النباتات ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ما معنى هذا في كتاب مبين اي ان كل شيء عند الله تعالى مكتوب ومبين ومحفوظ وقد يحتواها الكتاب المبين الكتاب المبين معنى هذا ان الله يعلم كل شيء يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور دل هذا على عظمة الله عز وجل وسعة علمه في اوصفه كلها اوصفه كلها المسألة التربوية التعليمية من الاباء لابنائهم ومن الاساتذة لتلامذتهم علينا ان نلقنهم هذه الاشياء حتى يستشعروا بان الله موجود خصوصا خائنة الاعين وما تخفي الصدور قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير الله تعالى لا تخفي عليه خافية لابد ان نستشعر الله موجود ليس كما قال افلاطون او ارسطو اعتقدوا بان الله موجود وانه المحرك الاول للعالم وللكون وللكواكب وانتهى دوره هكذا تعتقد الفلسفة اليونانية وهذه الفلسفة اليونانية هي التي يعمل بها جل الناس في العالم الغربي في اوروبا وامريكا وروسيا منهم من يعتقدون بان الله موجود لا يستطعون ان ينكرونه لكنهم يعتقدون بانه مجرد محرك اول للكون وبقية الامور تتحرك متلقاء نفسها ولا دخل له في حياتنا لا الله تعالى في العقيدة الاسلامية يقرر بان الله له دخل كبير في تفاصيل حياتنا وجزئيات تصرفاتنا حتى انه لا تخفى عليه ما في الصدور ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد الحبل الوريد هو ذا العرق اللي كان في الحلق ديالك هذا ما ينبغي ان يقوم به الاباء لازاء ابنائهم يا ولدي ان الله يعلم ما يدور بخلدك يا ولدي ان الله تعالى يعلم ما يجول في ذهنك يا ولدي ان الله تعالى يسجل ما تتلفظ به من اقوال يا ولدي اياك والحسد يا ولدي اياك واحتقار الناس يا ولدي اياك واكل اموال الناس بالبطل يا ولدي اياك والظلم اياك والغيب والنميمة وبالتالي الولد وهو صغير في سن السابع او العاشر فانه سوف يتلقى هذه الوصايا الربانية بكل بساطة لن يعترض ولن يجادل ولن يجد عوائق لماذا لان له الفطرة السليمة انه على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وسيجد بان خالق الفطرة هو صاحب هذه الاوامر والتعاليم والارشادات فيأخذها بكل بساطة وينشأ لدينا جيل صالح لهذا لما نرى في مجتمعنا رجال كبار ربما يفسدون في الارض ولا يصلحون وينتهكون القوانين ويعبتون بالمصلحة العامة ربما قد لا نلومهم لانهم لم يتلقوا هذه المبادئ وهم صغار لم يتلقوا هذه القيم لم يستشعروا بان الله موجود حتى وقد علموا ذلك فيما بعد ولكن هيهات هيهات شتان بين ان تعلم انسان هذه المبادئ والقيم وهو صغير تغرسها في قلبه وذهنه وفكره وإحساسه وبين حتى يكبر ويسمع هنا وهناك سيبقى مجرد كلام فكري ليس سلوكات ومعاملات سلوكات ومعاملات لهذا علينا ايها الاحباب الكرام ان ننبه ينبغي للاباء والامهات واولياء الامور والاساتيدة والمعلمون ونحن على ابواب موسم الدراسي كما اننا نعلم ايضا نربي التربية اولا ثم التعليم ثانيا نعلم الاولاد ان الله تعالى حفيظ على كل شيء عليم باعمال العباد لا ينسها ابدا وانه بعد هذا العلم قد يظن ضان ان الله يعلم وبعدين لا الله يعلم وبعد العلم هناك المحاسبة هناك المحاسبة الله يعلم اي نعم ولكن ما قيمة هذا العلم قيمته انه بعد ان يعلم بتصرفاتنا فانه سوف يحاسبنا لا بد من المحاسبة وهذه الكلمة نسمعها كثيرا ربط المسئولي بالمحاسبة من سيحاسب من البشر كلهم ضعاف ينبغي ان نستشعر بان الذي سوف يحاسب هو مالك الملك هو الصانع هو صاحب الامر وقد قال جل جلاله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاغ الله ونسوه والله على كل شيء شهيد اي مخيفة انها تؤصل لمبدأ المحاسبة عند الوقوف بين يدي الله كل واحد منا اذا عمل صالحا سوف يفرح ويسعد ويبتهج بنتيجة عمله ولكنه ان اساء يظن بان الذي وقع قد وقع وقد مضت الايام والسنون والناس نسوا الناس ينسون القانون ينسى الدولة تنسى التاريخ ينسى لكن الله تعالى الديان لا ينسى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا هذه مواعب نورانية لما نقرأ القرآن ونمر عليها فعلا نشعر بان الله تعالى يوجهنا الارشادات لكي نتربى لكي نرتقي نترقى قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد الله رؤوف لو لا رأفته لأخذ بنا الآن بالعذاب لكنه رحيم ورؤوف ويدكرنا لعلنا نستغفر لعلنا نتوب لعلنا نرجع إليه هذه العقيدة ينبغي للآباء والأمهات أن يغرسوها في الأبناء والبنات تقول له يا بني مهما تعمل من عمل فإن الله يعلمه وهو سوف يحاسبك به يوم تلقاه يا بني إن فعلت شيئا اليوم فأعد له الجواب غدا فأعد له الجواب غدا أي عمل بغدير اليوم ديره انت حر هناك حرية الاختيار افعل ما تشاء أنت بعيد عن المراقبة القانونية وبعيد عن المساءلة القانونية وبعيد عن كل شيء لكن لن تكون بعيد عن الله إذا فعلت اليوم شيئا فأعد له الجواب غدا يا بني لماذا لأننا تربينا في العقيدة الإسلامية أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ ربنا قال لا يعزب عنه مثقال درة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين كتاب مبين كان المرشد الأول معلم البشرية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكرام هذه المبادئ حتى يكونوا جيلا قرآنيا فريدا لما يتحملون المسؤولية ولما يكونوا قادة ويكونوا مسؤولين على مهام يخشون ربهم كان يذكرهم دوما بأن هناك شيء اسمه اللوح المحفوظ هناك شيء اسمه اللوح المحفوظ هذا أكبر من أي وزارة عالمية تقوم بالمراقبة ما هو اللوح المحفوظ؟ كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا هو اللوح المحفوظ ربنا كتب فيه مقادير الخلائق وكتب فيه كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يحكي النبي الكريم الذي ينطق بالوحي الإلهي قال لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي الله تعالى يعلم بأن المسيئين فوق الأرض سيكونون كثر سيكون هناك ذنوب ومعاصي سيكون هناك قتل وسفك للدماء الأبرياء سيكون هناك صارقة وسيكون هناك غصب وسيكون هناك اعتداء وسوف يكون هناك أشياء يندلها الجبين أشياء يندلها الجبين لكن الله تعالى لأنه رحيم ماذا كتب في اللوح أول ما بدأ كتب إن رحمتي غلبت غضبي لذا نحن الآن ننعم برحمة الله رغم ما نسمع بين الفين والأخرى أن هناك تجاوزات وأن هناك ضغطات وأن هناك اعتداءات ولكن رحمة الله تشملنا جميعا تشملنا جميعا هذا اللوح المحفوظ تكلم عنه ترجمان القرآن ابن عباس قال كتابه نور وقلمه نور ينظر الله عز وجل فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء يرفع وضيعا ويضع رفيعا ويغني فقيرا ويفقر غنيا يحيي ويميت ويفعل ما يشاء لا إله إلا هو هذا الكتاب الذي وضعه الله تعالى في كل شيء هو من نور وليس من الورق هو من نور وحتى القلم قلم القدرة من نور الله تعالى على طول هناك تجديد وهناك شغل ليس كما تظن الفلسفة اليونانية بأن الله خلق الخلق وانتهى دوره هكذا يفكر الفلسفة اليونانيون الفلسفة اليونانيون الله خلق الخلق وانتهى دوره ذهب ليستريح هذا الفكر هو السائد في العالم الغربي الذين يفصلون بين الدين والدنيا وقد تسرب إلى بعض أبناء المسلمين ولكن الله تعالى لا الله حاضر معنا حاضر معنا كل يوم على مدر الأربع وعشرين ساعة هذه اللحظة نتكلم الله يرانا ويسمعونا وهو معنا وماذا يفعل ربنا عز وجل إنه يكتب ويفعل ويقدر كتابه نور وقلمه نور ينظر فيه الله تعالى فيرفع وضيعا كم من واحد كان وضيع فيرفعه الله ويعطيه مقام ينظر كيف يصنع ويضع رفيعا كم من أحد كان رفيع في المقام الأعلى ويضعه الله إلى الأسفل ليرى هل يصبر هل يحتسب هل يندم هل يحاسب نفسه ويغني فقيرا كم من فقير صار غنيا الأموال تتهطل عليه ويفقر غنيا كم من غني ضاعت أمواله وصار مدينا ويحيي ويميت كم من مولود يولد كل يوم وكم من جتة تدفن كل يوم ويفعل ما يشاء لا إله إلا هو كل هذه الأمور هي في اللوح المحفوظ الذي هو مظهر من مظاهر قدرة الله الباهرة الله جل جلاله له الكمال في ذاته وهو سبحانه وتعالى يوصينا حتى لا يقع لنا نوع من الغفلة في أعمالنا فالمقصود من كل هذا الكلام أيها الأحباب الكرام هو أن لقمان الحكيم يربي ابنه على ماذا يربيه على التربية والتنشئة على المراقبة مراقبة الله أراد أن يغرس في نفسه خشية الله نفسه خشية الله ويعلمه بأن الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم أن الله السميع البصير العليم الخبير يعلم السر وأخفى وإن تشهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وهو معنى بعلمه أينما كنا وهو معكم أينما كنتم والخلق لو اجتمعوا ما أحاطوا به صفته شيئا كل هذا لماذا حتى إذا تحمل كل واحد من مسؤولية سواء في أسرته أو في عائلته أو في مجتمعه أو في دولته عليه دوما أن يستشعر بأن ما يفعله قد يتنصل من المراقبة الأمنية من المراقبة القضائية من مراقبة الكاميرات التي ترصد تحركاتنا في الشوارع ومن مراقبة الأجهزة والهيئات الدولية ولكن كل هذا سهل أننا نتنصل منه سهل جدا نتنصل منه سهل جدا لكن الله سبحانه وتعالى وعدنا بأننا أعدوا جوابا لعملكم اليوم كل عمل قمنا به اليوم نعد له جوابا غدا لأن الله تعالى حدرنا فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون هناك أناس يعملون ولكن لا يرجون لقاءنا لا يرجون لقاء الله لا يستحضرون بأن هناك موت وبعت ونشور ومحاسبة ورضوا بالحياة الدنيا يعني كل همه هي السيارة الفارهة والفلا الكبيرة والأرصد والمسؤوليات والكراسي ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون يحد ربنا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الخير والإيمان والصدق وكل واحد منا نسأل الله تلا أن يغفر له دنوبه ويستر عنه زلاته وأن يهيئ له من أمره رشدا حتى يكون من الصالحين وحتى يكون من الأخيار الأبرار ويندم على ما مضى من فساد ويندم على ما مضى من عبت ويندم على ما مضى من سلوكات منحرفة ونبدأ إن شاء الله صفحة بيضاء ويكون أبناؤنا والجيل المقبل أفضل منا آمين آمين يا ربي كريم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 شكرا